دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في عشرين دولة اعتبرتها بؤرة ساخنة للجوع في العالم بينها خمس دول عربية وهي سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان وجاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو وحذر التقرير من احتمال أن يتدهور عدم الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة